يو سيفن باي أرخص وأضمن موقع لبيع كوينز فيفا 20 سريع بالتسليم وآمن ومضمون من الباند والتصفير وطبعا لا تنسى تستخدم كود الخصم الموجود بالدسكريبشن سلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ارشتري جيمر مع كل يوم بمقطع جديد ومقطع جدا أسطوري من أكثر المقاطع الأسطورية بالقناة عنا تحدي درافت اليوتيوبارز 11 يوتيوبارز راح يختاروا لللاعبين بالدرافت واللعبة والتشكيل اللي راح نمشي عليها فبتنونا بالبداية دعمكم باللايك واشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين خلونا نحاول نوصل فوق 30 ألف لايك لأنه هذا فعلا مقطع دسهم واخد تحضيره وقت كبير فكل واحد يعرف أنك تضغط على لايك بالبداية واشترك بالقناة إذا ما كنتم مشتركوا شكرا لكل يوتيوبارز اللي ساعدوني حتى نتم هذا الادرافت فالفكرة بكل بساطة كل ما أفتح مركز في حدا من اليوتيوبارز راح يختار لي رقم فالله يستر وما نجيب العيد ويطلع لنا هيك تشكيلة ممتازة فخلونا ما نطول كتير بالكلام وندخلوا ونشوف التشكيلات اللي عنا أوكي يا رب خطة ممتازة آآ عندي أربعة أربعة اتنين الدفاعية تعتبر جيدة جدا بصراحة والعادية كمان موجودة والله ما يعرفها راح أخد دفاعية يلا بسم الله أول لعب عنا من اختيار أبو كيان راح منشوف اللاعبين وبعدين نفتح اختيار الشخص فبصراحة كل اللاعبين يعتبروا جيدين هنا يعني سواء اختر لي اي حدف فالله خلينا نبدأ بسم الله حياك الله أخويا سوري جاي مرة انت وجاهش أكون أولين وراح اختر لك رقم ثلاثة وإن شاء الله ما وردك لأنه حظ شوية سيء والله انكفو يا أبو كيان والله انكفو أسطورة فورتنايت مين هذا النينجا وما بعرف من هدول التبعات فورتنايت اللي طالعين هاليومين الأسطورة الأولى عالميا أبو كيان الأسطورة شكرا رقم ثلاثة مايكل أوين مايكل أوين شكرا يا شيخ طيب 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 يلا اللاعب اللي بعده طبعا من اختيار أبو حميد اللي هو خبير ادرافتات فرح نفتح المركز بالأول بعدين منشوف هو شو اختار زانتتي وغاتوزة الاثنين أنا عم ببسوط فيهم وكانت يأسطورة كمان لا ردري ولا كاسيميرو أرجوك أرجوك بسم الله أهلا حبيبي منار بالنسبة للدرافت رح اختارك الرقم بإذن الله نياء كون بيأتي مذير رح اختارك الرقم ثلاثة وإذا يجب تفيك العيد آه حرام 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 والله كان بدي زانتتي أو هاد لكن كاسيميرو ما له سيئ يعني آه خرم والله يلا يلا أوكي ما في مشكله طيب اللاعب اللي بعده يا جماعة من اختيار أحمد شو أبو شو رح يزبطنا إن شاء الله ويطل لي هيك شي لعب ممتاز خلينا نفتح المركز بالأول ونشوف اللاعبة أوكي أوكي كله نسرقتهم فوق التسعين مع عدب انزيمة يعني شوف أي واحد بيجيني مع عدب انزيمة رحكون مبسوط سلام عليكم متابعين منار كيف حالكم إن شاء الله بخير كل شي تمام إن شاء الله اختار رقم ثنين يس أوكي شكرا 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 والله الحكومة يا جماعة يعني لا تستهينوه الحكومة هذا بيطغى على كل شي بيشبك أخضر مع كاسيميرو فممتاز أوكي طيب اللاعب اللي بعده من مستر شوت فيلا خلينا نفتح المركز ونشوف بسم الله أوكي والله هي كلنا يعني ما عنه هالشي الخرافي في يعني لاعب واحد أول حاجة أعطيك العافية مباروك على رجعت القناة الله يبارك كيف تيارا يعني شي اختار رقم ثنين ويطلع لك حارس لا يا شيخ ما بطول عليك كده سريع سريع الكلام سريع سريع شو انت جبت فيني العيد ومشيت لا ما أصرد ما أصرد والله بمزح معك فخلينا ناخد دياز هذا أرجنتيني والله على ناصر ريال مدري كلنا الاجتماع وبلدرافت شكراً شكراً ها تناغم تناغم يا جماعة ولا وأفضل لعب من بيناتهم شكراً ماهر شكراً أسطورة 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 ببجي اللي بعده من اختيار ياسين ياسين زبطني والله زبطني أنا يعني صح أنه عملت معك تحدي وكذا بس مو معناه أنك تحقد عليه فالله بسم الله خليني نشوف المركز لا اوكي فيه لعب رقم اثنين حلو ورقم خمسة يعني هاش شوي طي بسم الله خليني نشوف ياسين أمريكم يا متابعين منار أنا اختار رقم ثلاثة لا لا خلي خمسة يا منار خلي خمسة أوكي شكراً شكراً الحمد لله ما خلت ثلاثة الحمد لله الحمد لله أنه ما خلت ثلاثة هات هات رقم خمسة ممتاز ستونز كان بدي أشبكو مع اوين بشي طريقة على أساس أنه بيشبك أخضر لكن صعب فاللعب اللي بعده يا جماعة من اختيار أبو فلا بسم الله زبطني أرجوك زبطني يعني أنا أسطورة ولازم تزبطني فرحشوف الالم اللي هو جناح اليسار بسم الله بنفتح وبعدين نشوفه مين اختار أوكي واه ليش شكراً اختيارات حرام كان بدنا آيكونات وكذا لا لا والله سوري جيمر موفق بجيمك بالدرافت مع أني رح أتوقع أنك رح تخسر بالبداية رقم يفنين رح يخسر رقم اثنين مين أرجنتيني هذا أنا مين عندي أرجنتيني ما عندي حدا أوكي طيب جيد جيد رقم اثنين ماله سيء ولا هو أسوأ واحد أوكي أوكي رح مشي يا رح طيب ما بي مشكلة طيب اللعب اللي بعده من اختيار الشنب رح أختار سي بي اليسار بسم الله خلينا نشوف أوه فاندايك فاندايك إن شاء الله لا دي لخت ولا هومي الزبائي كلهم أنا رضيهم فيهم خلينا نشوف بسم الله عراسي منار باشاش أخبارك تيجي تطلب مني وأنا في الدوام عادي هيك إيزي أسمح أختار رقم أربعة ثمانية ثمانية لا يغيروا الرقم لا يغيروا الرقم إذا بتغيروا غيروا غيروا اثنين أين فيش ثمانية ماشي بشكل جيد. الاختيار اللي بعده من بدر دايماً اختيارات الظهير اليساري يعني بيكون اغلبة اقرب من مستوى بعض اللاعبة. في الله بنشوف بسم الله وبعدين بنشوف مين اخترنا. ايوه في جوردي ألبا روبرتسون. والله ما بعرف لكن يلا مو مشكلة. والله منار كيف حالك ان شاء الله تمام. بختار لك رقم خمسة. كنت اختار لك رقم واحد صراحة بس رقم خمسة. ايوه لا لا خلية خليك متل ما انت خليك متل ما انت لا تغير متغير ابدا شكرا 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 رقم خمسة جوردي ألبا. ممكن ان يحطوا زاهير يمين وا شكوا مع رودريغو. افضل لعب من بين الموجودين والله شكرا. طيب ضاهير يمين وا بقي لي حارس. وبقي انها اثنين فيcho. اول شي رح امشي مع اميريكل بالزاهير اليمين. خلينا نشوف الزاهير اليمين بركي تجينا شي حcribed أرقarlaراق أرجوك امرأك Hunger أرجوك ظبطني بسم الله السلام عليكم اثنان عن مصر المتابعين منار و منار عشان منطول المقطع يا أخوان اختار لاعب على طول صح consist هدي هدي افك Marines 9 معنى الدائمة بنختار رقم ثلاثة لكن هذه المرة رقم 5 ان شاء الله رقم ثلاثة ان شاء الله رقم ثلاثة ما كان لاعب اسطوري لا لا نال و الله رقم ثلاثة هو الاسوأ من بين رقم خمسة يعتبر حلو بصراحة وبيشبك مع الكل وهذا الشي جدا خرافي ويول ممكن اني اشبكه مع جوردي قلبه بشي طريقة اخر اختيار عنه من احمد اللي هو اي ان دين براثرز فخلينا نشوف الحارس يا رب انه يطلع لنا حارس ممتاز مافي ولا حارس دور انجليزي يلا يلا اوكي ما رح ازع ليا حدا بيختار السلام عليكم كيف حالك اخي ملاغ ان شاء الله بخير مبروك ازلت القناة اول شي اوكي رقم خمسة والله ممتاز حرس عالال دوري اسباني احسن ما يطلع لي واحد دوري برتغالي شكرا شكرا جزيلا هذا كان بالنسبة لاخر اختيار معنا شوف والله اذا بدكم الصراحة والله يزبطونا يعني شوف عندك دفاع حلو تناغم 83 كيف وصلنا انا ما عندي فكرة لكن شي جدا رحيب بالاحتياط رح اضغط مسلس ويختاروا لي كل العناصر ممكن يطلع لي شي واحد حطه بالنص يضبط لي التناغم او شي في الله خلينا نشوف بسم الله لا ليش هي كل العناصر تعباني بارنس حلو اه اوكي ماشي جاي ممكن حط هذا هون اه كذا خلينا خربت هيك شوي ونضبط بركي منوصل تناغم اعلى من هيك ان شاء الله اوكي وصلت تناغم 95 حارس يعني والله اني زعلت انه ما طلع لي حارس يشبك رح نزل هذا الحارس ببداية المباراة فورا رح طلع الكرة وبدل فالحمد الله والله ما اتوقعت انطلع لي هيك تشكيلة ممتازة لكن شكرا لكل اليوتيوبرز والله انهم ما اصروا معي وطلعنا لعيبة جدا خرافيين فخلينا نختار مدرب بسم الله وهي هي التشكيل النهائية عننا 187 وفي عناصر كثير من ريال مدريس وبحان الله فيا الا خلنا ننطلق هالمباراة وان شاء الله انه نقدم بسمة ممتاز وعنده تقريبا عناصر قريبة من زيدان وكريستيانو جدا حلوة تشكيلته والله العظيم بسرعة خرا foreidable بجبع خرافي مايكل اوين واو رودريغو الله هالتاني على السريع والله رودريغو بحركاته خرافية بصراحة يشوف يا أخي أنا بتعب بمدحة واللاعب شكرا ماهر ماهر سطورة كلكم أنا صادير بس لأنه هاد عم يسجل أهداف فلازم طبل له آه ريكاردو بيريرا يا سلام يا بنزو يا سلام مايكل بنزيمة إذا ممكن تبعد بس مشان تخلينا شوف ممكن يعني المرة الجاية هلوي كاسيميرو ممتاز يا كاسيميرو كمان يا سلام البنزو 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 مايكل أوين الله 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 بدنا هدف هيك روآن تمام؟ خلينا نحاول يا هو بعد أنه كريستيانو رونالدو هلوي جوردي قلبه خرافي آه عستجل هجم بالضيق بدون أي خطورة يا سلام حتى هو بلش يتفنن ويراوغ وكذا بنزو يا بنزيمة نهاية شوت أول بـ 3-0 والله درافت اليوتيوبرز يعني شي فاخم لغاية الآن جدا حلو مؤدين ياه لا يا تماري مدري شو اسمك الله يا بويول يلا يلا رودريغو رودريغو dat بس إنه بدك تـاعدة راوغ هات wam الله يا المراوغات الخرافية يا السلام Myiqluwin مايكلوين هذا المعلق بدنيها تانيه هاته يا الله يأخذ التأخير يا الله ما كان من يسجلها لانه باي طريقة يسالو يالربو 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 الله الردريغو إذا فيه جمهور كمان كنا منسحف فيه عادي يعني الله الله يا البنز الله يا البنز الله يا البي حرام والله العظيم لو كانت دخلت جي جي والله كمية مراوغات غير طبيعية بالمباراة ردريغو طلع بهاتريك هناصر كلها قدت وش رهيب من الآخر ردريغو تقييم عشرة بنزيمة صنع هدفين يعني تقييمه 9.3 كمان ما أصفر البنز الحكومة يا جماعة يعني أدى لي عليه وزيادة بصراحة فهي الأحصائيات النهائية استحواس كل شي كل شي كل شي كنا ماسكين بالمباراة فعلى أمم هي كنتي قدر أقول نوصلنا لنهاية هذا المقطع ذرافة اليوتيوبرز يعتبر تم بنجاح وللناس اللي عليتلي رح تخسر من البداية فشكرا جزيلا كل شي مختلفة كل شي مختلفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر